السلام عليكم كانتمنى تكونوا بخير محبا بكم اليوم فيديو جديد في القناة ديالين يوم غنو جمعكم هاد البيسكوي اللي كاتشوفو ساهل ما هكا يوجد ضغية وهاد البيسكوي كيجي رخيص ما فيش بزاف ديال المقادر طبعا لما غنشارك معكم كل شيء كيما كاتشوفو عندي طبعا جوج بيضات بالحرارة لما الطباخ وعندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السكا وعندي طبعا دقيق دقيق حسب الخاليط صراحة انا عبرت بهاد العبارة اخدالي ثلاثة وعندي خمارة وحدة وفانية وعندي هاد الروح ديال الفريز نكهات الفراولة كما قاتشوفو غنخدم بيها كيجي زوين برأي نكهات الفراولة طبعا بالنسبة لنكهات طبعا ممكن تختاروا اي نكهة بغيتو قشور الحامض ولا قشور البرتقال ولا نكهات كما عندي هاد الاصطناعية طبعا المهمة البنطة ناخد البيض ديالة بعد ما هارسنا هنزيدو علي الساشي ديال فاني وغنزيدو كاس ديال السكار وغنطربهم بطره باليدوي كوشي هنطربهم روح ده نحتى الدوب لنا الساني ده عاد نزيد عليهم كاس ديال الزيت طبعا هنطربهم زيان ممكن خلطوا كل شي بطره باليدوي كيما قاتشوفو في فيديو غنزيد طبعا نكهات الفراولة كيما قاتلكم غير راس المالقة ديالة لنكهات متكتروش رهكي تجي مره راس المالقة باركاليك رهكي يعطيب فعودية لقية الريحة iliz �ي الضغط 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 FE عمز عمز المهم من بعد ما خلطنا كل شي غنزيدو الدقيق غنزد ثلاثة من هادا العبارات ديل الكوب ديل دقيق وغنزيد خمارة واحدة كافية كتخمر كما كتشوفو كل شي غنخلطو غنعجنو طبعا غير غنطربو شوية غنخدم بيدية المهم هنزيدو لها الدقيق حتى تشمع لنا العجينات تجير رطبا كما كتشوفو ما تجيش عجينا قاسحة فكتشجينا رطبا كتشوفوها معايا المهمة اللي بناها كتشجي مرحلة ديل التشكال طبعا ناخد واحد لقدر ديل العجينا باش نديرو كورا كورا بيدنا عاد نورك عليها بين يدينا بجوج راحة ديل ايد نينا باش تجي سطحة ويني هاديرها كتجي شوية طلعة في الوسط فشك الطيب كتجي بحال غريبة طبعا هنا صارت الفيديو ديلنا باش ما يبقاش طويل بنسبة للطوات المدهونة بالزيت ما تنسوش تتونوها بالزيت طبعا وعدنا الصفار بايضة غان دهنوها بيها معا شوية ديل القهوة النسمة ديل القهوة طبعا باش يعطينا داك اللونة اللي كي جيزوين داك البوني احنا رجعنا لكم تابا من بعض مسالين الكيمياء غان ناخد الصفار بايضة وحدة ونزيد عليها الرسل مع القديل القهوة السريعة وعنده وبها فيها غان خلطهم زيان حتى الدو بينافة بايض صار في غان دهنوها جديل بيسكويت ديلنا بالصفار البيض مع القهوة وغان زوقهم بالفرشيطة غان دوزهم على الشكل الطولي شو واحدة غان زوقهم بمعلقة على شكل ميرواحة طبعا من بعد ما نسالي الكمية ديلنا ندخلو الفران مسخنا من قبل ونقصو ليه العافية ما تكونش مجهدة طبعا صافي غان زوقو وندخلو الفران كما قلت من قبل ها هو البيسكويت ديلنا من بما خرجناه من الفران كيجي محمر كيما كتشوفو كيجي نونزوين محمر المهم ده بغان مش نزوقو اهنا زوقتو غيب اللوز مهر مش معا كونفيتية صافي غان دهنو نص ديالو بالكونفيتير وغان دردو عليه اللوز وغان دردو عليه اللوز وصافي هاد الشي اللي كاينا البنات وممكن كما انا درت عندي اللوز وعندي الكوك وممكن إلا عندكم فيغمي سيل وممكن كل واحدة اشبع ولا خطو ديال الشوكولات كل واحدة اشبع يزوق بي صافي ونص لاخر غان زوقو با لكوك معا كونفيتير نيت صافي هاد الشي اللي كاينا البنات كانت مني يعجبكم الفيديو ديالي لعجبكم اشتركوا في القناة ديالي وفعلوا الجرس وكتبوا ليفتا عالق ديالكم إلا عجبتكمش وكانت مني تجربوها وتردو علي الخبار وشكرا لحد الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة